وفي ذات سياق أطلق شيخ شمس الدين الجزائري مقدم برنامج صحوني على قناة النهار أطلق مبادرة جمعة الدعاء لأفراد الجيش الوطني الشعبي وذلك عرفانا لجهودهم في حماية الحدود وتضحياتهم لتحقيق الأمن بالوطن وهذا من خلال تخصيص يوم الجمعة القادم في الدعاء لأفراد الجيش الوطني الشعبي في كافة مساجد الوطن إكرم طباوي والتفاصيل بعد الإنجازات التي حققها الجيش الشعبي الوطني أصبح من الضروري رد جميل حماة الوطن ولو بالقليل وهذا ما تجسد في مبادرة الشيخ شمس الدين الذي دعا إلى تخصيص يوم الجمعة المقبل للدعاء لأفراد الجيش والله إني أطلب وأقترح وأدعو الله أن يوافق وزير الشؤون الدينية أن يخصص الجمعة القادمة وأن يأمر الأئمة في كل مساجد القطر الجزائري أن يدعو للجيش الجزائي مبدرة لقد استحسان رجال الدين خاصة وأنها تنصر جنود الجيش الشعبي الوطني وتحقق لهم الدعم المعنوي وأنا لا أعتقد أن الوزارة الوصية تتراجع أو تنغطى تخذلنا في خطاب يمثل لحمة الأمة بجميعها وهي في خطبة الجمعة أو في خطبة الجمعة المقبلة المسجد هو السباق لكي يحتمي الناس بحيمة الوطن وندافع عن جيشنا وعن مؤسساتنا وأن نتعاون معهم في الدفاع هي مبادرة تحمل في طايتها تحية إجلال وعرفنا لأفراد الجيش الشعبي الوطني الساهرين على حماية أمن الجزائر